موسيقى السلام عليكم يحكى ان اثنان من الاصدقاء سافر من مدينة الى اخرى لينجزى بعض الاعمال فوصل الى فندق المدينة في وقت متأخر من الليل وهما متعبان فاستسلم للنوم استيقظ في فجر اليوم التالي وقد فقد احدهم مبلغ ماء الدينار وكان في ذلك الوقت يعني شيء كبير فسأل صديقه ارأيت مئة دينار فاجاب الصديق نعم فقد استيقظت في الليل وقضيت بها حاجة لي من السوق فقال له عليك بالعافية وعاد الى فندقهم قابلهم عامل النظافة بالفندق وقال لهم كنت انظف بغرفتكم ووجدت هذه المئة من الدنانير تحت السرير فنظر صاحب المال بتعجب الى صديقه قائلا ألم تقول لي انك اخذتها قال لم يكن هناك غيرنا بالغرفة ولو قلت انني لم ااخذها لاختلفنا ودخل بيننا الشيطان لذا فضلت ان ادفعها من جيبي ولا نخسر اخوتنا وصداقتنا من اجل المال اختاروا اصدقائكم بعناية الصديق هو الذي يسر ويحمي ويدافع وينصح ويأخذ سهام الحياة معك في صدره وهو ممسك بيدك الى الاخبار حياكم الله وحبت المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم الاسبوع الرياضي بالتسعين اليوم عندنا ضيف مميز ومتابعات مميزة اخرى راح نتابعها سوية لكن بعد هذا الفاصل فلا تذهبوا بعيدا اهلا بكم مرة اخرى حبت المشاهدين متابعتنا لحلقة هذا اليوم هي يعني اول متابعة لحلقة هذا اليوم هي تصريح الكابتن عدنان درجال بما يخص الملاعب العراقية اللي منجزة واللي راح تنجز ان شاء الله خلال العام القادم اعتقد الوزير يعني اكد على انه ملعب المدينة راح يكمل خلال هذا العام ومن ثم ملعب الزوراء وملعب الميناء وملعب كاركو خلال نشوف تصريح الكابتن عدنان درجال ومن ثم لنا اعوده هذا العام ربما فقط ملعب المدينة اما في العام القادم اعتقد مجموعة من الملاهب راح تكون جاهزة من ضمنها ملعب نادي الزوراء ملعب الميناء وملعب كاركوك اتمنى ايضا ان تكون قاعة ارينا في المدينة الرياضية في وزارة الشباب وايضا قاعة البولنغ والمستشفى احنا ادنا مشكلة وحيدة انه الآن زراعة البذور في بعض الملاعب فيفترض انه تبدأ خلال هذا الشهر وتستمر لمدة شهر وبالتالي تم تنظيم الامر بين لجنة المسابقات في تحديد البدائل ونقل مباريات الى المحافظات من اجل استكمال هذه الملاعب حتى تكون جاهزة للموسم بكاملة اهلا بكم مرة اخرى احبت المشاهدين حقيقة احنا يعني عندنا متابعات كثيرة واكيد مهمة جدا رح ناخذها في نهاية حلقة هذا اليوم لانه اليوم حضروا ايانا ضيف عزيز وهو نجم الكرة العراقية السابق ونجم نادي الزوراء الكابتن ليث حسين شرفتنا كابتن في برنامج بالتسعين حياك الله اهلا وسهلا بك ومشاهدي قناة سامراء الفضائية وانشاء الله يارب يكون لقاء خفيف الظل على عيون مشاهدينا حياك الله كابتن شرفتنا والله كابتن خلي نبدي من مسيرتك الرياضية حتى ما يكون لقاء تقليدي بصراحة اليوم انا حسب التقصير تجاهك انت كنجم مثلت المنتخبات الوطنية وحققت يعني انجازات كبيرة نعم مع كل المنتخبات الوطنية بعد هذه المسيرة هل انصفك الاعلام هل انصفك اللي اولي الشأن الرياضي في الحراق شكرا لحضرتك وشكرا لمشاهدي قناة سامراء الفضائية على داحت الفرصة الحديث بهذا الوقت مع جمهوري العزيز طبعا اكيد يعني الكل يعلم ويعرف انه الاعلام والجمهور والصحافة وكل المعنين بالشأن الرياضي هم مع الاسف في اوقات لم ينصفوا جميع النجوم ليس فقط ليس اسين كثير من النجوم اللي لم يحالفهم الحظ بتسنم مناصب ومكانات تليقب اسمائهم ولهذا السبب يعني غصب يعني عدنا صارت من المسؤولين بعدم انصاف النجوم واعطاهم حقوقهم في كل المجالات اذا كانت مجالات حقوقية كحق شرعي في يعني حقوقهم كلاعبين رواد وايضا كنجوم يتسنمون مناصب خدمة للكرة العراقية والرياضة العراقية مع الاسف يعني دا نشوف بعض الصراعات باتحاد كرة القدم واللجنة الولمبية يعني دا تروح باتجاه آخر فبالنسبة انه يعني صراحة يعني مليئنا من هذا الوضع الكئيب اللي بعض الناس بدت يعني تجيب ناس ما محسوبين عن الرياضة وتدخل بالرياضة فأكيد يعني اليوم انت يكون موقفك محرج امام الجمهور امام الاعلام امام الكل في عدم وجودك في هذه الرياضة او في مجال الرياضة اللي انت جزء لا يتجزء منه وحققت انجازات والقاب ونجومية واسم بنيتها لزمن طويل لم تكافأ بأي من هذه الاشياء فالحمد الله والشكر على كل حال احنا كل وقت نتمنى للي يجي ويشتغل نقول له ان شاء الله الله يوفقك في مجال عملك لكن لا تحرم النجوم ولا يعني تجيب ناس ما لها دخل بالرياضة وتخليها لانهم نطول فلان او هدو فلان او سووا فلان او عنده فلوس او عنده اشياء كثيرة اللي تخرب الرياضة بالعراق وليس بناء الرياضة في العراق بضبط فأكيد لم يعني لم انا اتكلم ليس على صحافة اتكلم على على مسؤولين الرياضة بالعراق نعم كابتن اليوم اليوم شفنا مثلا لجنة تطبيعية في الاتحاد العراقي معنية بمثلا زج النجوم الكبار اللي مثلوا منتخبات بطنية واصحاب الانجاز يعني اذابتهم في بوتقة الاتحاد للاستفادة من خبراتهم طيب اليوم مو المفوض يكون ليس حسين من ضمن لجنة تطعنا بكتابة مثلا مستقبل الكرة العراقية لجنة خبراء او لجنة من هذا القبيل نعم كابتن والله شوف يعني ممارات واحد يطلع ممارات عن طورة يعني صراحة ويفقد اعصابه وهذا الشي يعني يعني بالنسبة لي يعني ما عندي هذا الموضوع لكن الأسئلة تجبرك انه تتكلم شوف انا يعني لو ادري حتسني هذا السؤال كان جبتلك الاستمارة اللي قدمتها انا قدمتها الى اللجنة الاولمبية كخبير واللجنة القضاة السبعة المحترمين قالوا هل من المعقول انه ليس حسين ما يكون متواجد باللجنة الاولمبية كخبير لسنين اللي مضت فوافقوا على انه ادخل صد قلت لا شفت الاستمارة ولا شفت احد قل لي يا بتر اسمك موجود بالفيسبوك طلعوا غير اسمها اخر ايام من الانتخابات صح ممكن تقصير من عدي لكنه مشكلة انه ما حد قال لك يا اخي انت ترى تعال انت مرغوب بيك تعال ادخل اللي جنة الاولمبية تعال انت كخبير واسم اسمك حالك حال المتواجدين باللجنة الاولمبية الاسماء الكبيرة المتواجدة كنجوم وكالقاب يعني اخر يوم انت بالانتخابات اتصل باللجنة الاولمبية او يعني تعرف انت لانه طلعوا اكثر من مرة اسماء بالفيسبوك وبالتلفزيون واسماءنا ما كانت موجودة الا اخر يوم بالانتخابات شفت اسمي على الصبورة موجودة فانت يعني شو تريدت يعني من هكذا موقف يعني يعني الناس طابخيها والناس يريدون يجيبون الناسهم اللي يعرفوهم وناس اللي يحبون انه يكونون متواجدين باللجنة الاولمبية نعم كابتن يعني اهمل والقضية مالتك حقيقة يعني هذا الملف اراد لحلقة كاملة بس ملف اللجنة الاولمبية والتحضير الانتخابات المكتب التنفيذي اللي جنة الاولمبية وصدقني يعني على مسؤوليت يعني رح يبقون نفسهم عضاء المكتب التنفيذي الموجودين حاليا رح يبقون نفسهم للدورة المقبلة 16 سنة من الفشل خلأ اسميه ماكو اي انجاز اللي جنة الاولمبية هي يعني مفروض تكون رياضة الانجاز هي الاولمبية لكن ماكو اي انجاز يعني شفت بالفيس نعم كلا شفكوا اسميه اليوم تم استبعادها يعني انت اليوم يعني انت غير بالبداية تستبعد مو تدخل الناس للهيئة العامة أو يعني مع الناس اللي ده تنتخب وهناك تفقد تفقد كثير من الناس حقوقها وبعدها انت ترجع تقول والله احنا عدنا طلع طلع ناس عندهم قضايا جنائية أو كثير من او شهادات دراسية غير موجودة للثانوية ما يعني انا والله ما دععرف هذا اللي دي يشتغلوا بالرياضة العراقية ما دعرف شنو يوم غير انت يعني تطلع الناس تغربلهم تشوف ناسهم شنو القضايا اللي عليهم شنو مو انت بعد اوكي سنقول يعني مثل العركة هي عركة صار احنا بالانتخابات غير كل من يتعارق كل من يريد الي انا ما دععرف وين صار لهم من 2003 وليليوم شنو الانجاز اللي يسووا ما دفتهم ما دععرف ويبعدون الناس الزينة والناس اللي تقدم والناس اللي عندها اسم والناس اللي قدمت للكرة العراقية ما دفتهم والله ما دعرف لو سيقولون نيابة احنا ما احد يجي لا نجيم لا احد يعني مثلا على المختصرة على بعض النجوم خاطر نفهم يعني نروح كل من يقعد ببيته وين وين دعاة الاصلاح اللي صدعوا رؤوسنا بالاصلاح والقضاء على الفساد وما درشينو شو صار يعني من ضمن المنظومة منظومة الليجنة الولمبية وراح يدخلوا دخلوا للمكتب التنفيذي اصلا يعني مجرد تحصيل حاصل خويا هذا الاصلاح كذبة خويا خويا هاي استاد استاد هاي هاي كذبة كذبة هذا الاصلاح كذبة يعني يعني احنا ترى يعني هاي كلها يمشوها على العقول يعني البسيطة العقول اللي يعني ما نايمة مو على الناس اللي تعرف وخبرة وتحشي وعدها صوت اليوم العالم ترى بدت تعرف كل شي شفت الانتخابات بالقبل اشهر ما حد رأى حتى الانتخابات البرلمانية هاي بعد خلص العالم بدت توعى هاي كذبة هاي الي وهاي اليك ما بيها مجال ناس قامت تقعد خلف الكواليس تطلع اسماء وتجي بس ما ما الهى اي دعوة بكرة القدم وبالرياض الاراقية وقامت تجي بالاماكن احنا ما نقدر نحشي كل الحج بس من ضيمنا وقهرنا انه اليوم انت يعني نجموا تنغبون ما يخلو لك يعني ما عرف ان العالم انا مرة من المرة سألت واحد قلت له قال مو جمعت الالعاب الاخرى تكره كرة القدم فما يجي من نجم هو كرة القدم للجنة الولمبية وين شون الموضوع من اللي يكره من ما كو بعد هذا شي أنا مرسل عن كلام كابتن اليوم يعني انتخابات المكتب نعم بالضبط والله صحيح كل من عنده كتلة وكل من عنده جماعة وكل من عنده ناس تشتغل نعم كتل اكيد كتل من الآن شكل وكتل للدخول في انتخابات المكتب التنفيذي خلي نتكلم عن انتخابات المكتب التنفيذي الاتحاد العراقي اعتقد الفرصة مواتية لك انت كنجم كبير انه تدخل في انتخابات المكتب التنفيذي الاتحاد العراقي لكرة القدم قررت الدخول في هذه الانتخابات من الآن عديت العدة كابتن لا والله ما اريد ادخل بعد بين انتخابات لان شفناه هس يعني صراحة بعد هو غير تريد تخدم العراق انا ما جاد تريد منصب يعني انا رئيس نادي يعني انا بالنسبة لي ما دور منصب بالليجنال والمبية وبالتحاد كرة القدم بس احنا شنو قلنا قلنا اكو اكو طفرات نوعية وتتعلم يعني درجة شون تصعد درجة بايا بايا اليوم رئيس نادي باجر بالمكتب التنفيذي بعدها باتحاد كرة القدم وهكذا انه تبني فتش الناس تحترمك كونك اسمه نجم بالدول الاوروبية والعربية ومن بابها انه انت تنطفت شي للكرة او للرياضة العراقية يعني تطيب مشورتك ومعلوماتك وخبرتك بهذا الاتجاه خاطر تحصل انجاز انت في كرة القدم او بالساحة والميدان هو الرياضة الم الرياضة احنا كل الرياضيين اذا اتحاد الملاكمة او السلة او الطائرة او اي اتحاد فكلهم ربعنا واصدقائنا وكل شي نعرف بها الرياضة مقتصرة بس على اسماء معينة لازم 17 و 20 سنة تخدم الرياضة وما لها اي انجاز ما صايرة هاي ما صايرة يعني لا اتحاد كرة القدم يعني خلونا ندخل لا الليجنال اللمبيا خلوك تدخل لا يعني ما والله ان الله الحمد لله على كل حال تخليهم بلكة الله ان شاء الله يوفقهم ويسوون انجاز بهال 4 سنين انا ما اريد اثيرك اكثر بما يخص الرياضة العراقية وكرة القدم على وجه الخصوص لانه انا اعرف كل الدرابين مالتها وشون داتو دار حاليا كابتن خلي اخذك لاتجاه اخر قبل انه نتحول للمحور الاخر في حلقة اليوم انت يمكن اللاعب الوحيد او ثاني لاعب يتم مفاتحته للعب في نادي برشلونة خلي شوية نتحدث عن هذا الموضوع لانه جيل اليوم ما يعرف هاي المعلومة طبعا في نهايات كأس العالم للشباب عام 1989 في الطائف تم اختياري من قبل المساعدين المدربين في منتخب برشلونة من منتخب اسبانيا اللي يضمون ايضا من مساعد مدرفي نادي برشلونة فتم الاختيار علي من خلال المباريات اللي لعبناها او مجموعتنا بالطائف فكانوا مركزين علي في هذا الوقت وتم عرض علي عقد احترافي من برشلونة في وقتها كانوا كويمان وروماريو وسوايشكوف هم المتواجدين واني رابعهم ففي ذلك الوقت يوهاني كرويف كلمني بالسعودية وطلب انه اكون متواجد مع المنتخب الكتالوني المشكل مع ثلة من النجوم الكبار فبعد رجوعنا للعراق صارت احداث كثيرة بالعراق تعرف انت يعني انا ما ارددخل بتفاصيلها لكنه الحكومة في وقتها يعني ما ما قالوا انه ثروة وطنية لا يمكن الاستغناء عنها وفي وقتها يعني تعرف انت يعني بعدني شاب عمري 19 سنة فقلت يعني العمر قدامي طويل ادخل بيك كريم الملة الله يذكره بالخير كان هو ايضا اه صار رئيس الهيئة هيئة الشباب ورياضة ما كانت وزارة ففي وقتها قعدت وياه وقال لي ان شاء الله انا احاول انه احلحل امور وتسافر لكنه في وقتها النظام السابق ما ما وافق عليه احترافي ويعني بعد كل الامور بالفيشل في تلك الفترة وبعدها بال93 رحت الى نادي الوكرة للاحتراف كأول لاعب عراقي يحترف في الدور القطري اه ايضا من المعلومات يعني احتمال جيل هذا اليوم ما يعرفها انه انت اول لاعب تحترف برا في الدور القطري او في الدوريات العربية كابتن يعني هسا اجتنا رسالة يقول انه جيل التسعة وثمانين اللي لعبوا فيه شباب آسيا اغلبهم كانت اعمارهم غير حقيقية شنو رأيك لا مو يعني شوف انا اخلى انا اكون صادق في هذا الموضوع شوف اغلى بالدول الخيجية واحنا بالعراق ما كان ما كان هناك تغيير بالاعمار يعني هو يعني مرات تصير اللي انت يشوف يعني بالخمسة وثمانين بهذا عمري لاحظت ان تنلعب ببطولة تصفيات شباب آسيا زين فبهذا الوقت قالوا لي انت عمرك صغير ولازم تلعب يا بشلون كذا هذا لاعب هذا عمره انت شعلك انه هذا قالوا لا هذا اللاعب لا لعب قد ينصاب قد ينكسر يضربوه يأذدوه فحرموني من اللعب في تلك الفترة كانت بالجزاء فكان الله يذكر بالخير ايضا الكابت انور جسام قدمه التحية وكان مدربنا فامتعب وراحش تكي قال بتشعلكم هو لاعب موظوب عدو لي لعب ليش تكمل يعني فالأعمار اللي كانت يعني موجودة صراحة احنا ما اقول لك احنا كنا كنا يعني ما مغيرين بالأعمار بعض اللاعبين كن لاعب او لاعبين يعني محوريهم يقدر يلعب يعني حتى لو انه سويته اقل بسنة فيقدر لكنه الدول الخليج والدول العربية المغرب العربي كله يغير أعمار اللاعبين في تلك الفترة لانا اكو بطولات كانوا يعني يريدون يشتهرون بيها ولازم يربحون بيها فياخذون اعمار اكبر فش يسوون احسن ما ياخذون اعمار اكبر كانوا مثلا العمر الكبير ينزلوا كم سنة او سنة ويروح يلعب بها البطولة فالأعمار كلها من الثمانينات لغاية الآن هي ترى أعمار غير صحيحة في كل دول العالم هاي بدأوا بدأوا بالفترة الأخيرة يعتمدون على الأعمار الصحيحة ويجيبون الموهوبين والعناصر الجيدة وكأعمار ويمشون بيها ولا القبل الكل يغير بالأعمار طيب كابتن بقيم الخليج ودول المغرب العربي وحتى فرق الأفريقية نعم كابتن يعني أيهما أفضل جيل التسعينات لو جيل الستة وثمانين حتى أبدأ بالستة وثمانين لو جيل التسعينات لو جيل الالفين وسبعة لو هذا الجيل يلعب الآن أيهما أفضل أشوف هو مرات يعني تحرجني من كل زمان رجال أحنا أحنا كنا في وقت بالستة وثمانين وصلنا تسعة وثمانين وتسعينات وللالالفين والفين واربعة واعتزلت هذا جيل جيل ذهبي أجي بعد أيضا أخذوا لهم وقت جيل ذهبي فقدموا إنجاز وراحوا وجو الآن الجيل لكن أنت تتكلم لي على الجيل القديم الجيل القديم كان يعني حصر علي الفلوس حصر علي الملابس حصر علي السفر حصر علي الكشخة حصر علي المعسكرات فإحنا كنا نعاني معانات كلش كبيرة في وقت إحنا كنا أبطال بطولات الخليج ثلاث مرات أو خمس مرات الكأس العرب البطولات الخليجية كأس العالم كأس العالم للشباب وكثير من الإنجازات اللي حصناها مع احتراماتي اللي جيل الفين وسبعة وهذا الجيل يعني إحنا من الفين وسبعة تكلم لي عن أي إنجاز احنا حصنا بعد الفين وسبعة لا بطولات خليج لا كأس العرب يعني كثير من من قارن إحنا لكن اكو انجاز اكو انجاز نعم نعم انا اتكلم لك عن انجاز وعن نجوم اتكلم لك عن يونس محمود عن نشأة اكرم عن هوار عن كرار عن حسين رحيمة كثير من النجوم اللي حققوا انجاز لهذا البلد بس لا من اتكلم مقارنة ما بين نجم ونجم احنا اليوم كل العراق بين نجوم احنا لو اتكلم لك عن هادي احمد وعلى احمد وعلي كاظم وكثير من النجوم كانوا افضل من الجيل اللي ايجا بعدها وهكذا العجلة تدور لكن بعد الالفين وسبعة كان هناك اختفاء للمواهب اختفاء للنجوم اختفاء للموهبة هنا نقدر نقول لكن كانجاز انجاز الفين وسبعة يحسب لنجوم الفين وسبعة لكن الموهبة اختفت الاشياء امور كثير اختفت ولو كان في السابق هناك السوشال ميديا لا كان احنا كل واحد ملايين الدولارات بالاحتراف الخارجي نعم كابتن يعني خلي ابتعد عن هاي الجزئية خل اسألك عن ابتعادك القسري عن بيتك الثاني اللي هو نادي الزوراء من هو السبب من كان السبب في ابعادك بطريقة معينة عن بيتك الثاني اللي هو ينادي الزوراء يعني والله صراحة يعني السؤال صعب يعني وما كنت اتمنى انه يعني تسانيها لانه الزوراء بالنسبة لي يعني ابعدت او تم استبعادي يعني الله يكون يعني يعني بعون كل المشجعين اللي يحبوني اللي أنا ميبتعد عن النادي والله يسامحهم يعني صراحة انا ما اريد اذكر اسماء لانه تعرف يعني اصبح الموضوع اكثر من مرة تكرر يعني واحنا اليوم ما اعتقد كل انسان او كل نجم قدم النادية من ايام صباء الى اعتزاله الى اعتزاله بعدين انت تكون موجود بالنادي كامين سير او يعني مساعد مع الاخوان بالادارة تجي تتغير الادارات تحسب على سين وصاد وتستبعد من ادارة كل اصحابها اصدقائك ومحبيك وكانوا من يعني عزل اصدقاء اهنان يعني صراحة يصير عندك شعور بالاحباط وشعور بانه يعني ما كنا فد يوم من الايام نتمنى انه ما لعبنا في هذا النادي من بعض الاشخاص اللي صراحة ما يجون لعشر نجومية اي نجم بنادي الزوراء مع احتراماتي للجميع كاسماء وكاشخاص انا ما اتكلم عن اشخاص اتكلم عن رياضة واتكلم عن انجاز واتكلم عن القاب وانجازات حققت لنادي الزوراء انا ما اتكلم اليوم لانه كو شخص كذا واسمه كذا لكن انا اتكلم عن الرياضيين هنا انا انا اعتب عن الرياضيين اللي اللي ابعدوا جميع النجوم اللي لهم اسم والهم اكو نجم نجم واكو نجم ستار واكو اكو يعني نجم فوق العادة هذا اللي يعني احنا بالعكس احنا جاينا نخدم النادي ما عدنا مصالح ويا شخص او ريد نبعد شخص عن اخر لا احنا كنا نحب نادي الزوراء ما اعتقد الاخوان المتواجدين في نادي الزوراء يكرهون نادي الزوراء وجايين يعملون في نادي الزوراء ما كويش منطق يعني هل من المعقول انه لا آني ولا يعني لا ليث حسين لا محمد جاسم لا حيدر محمود لا هشام محمد لا حسان فوزي لا غيث عبدالغني موجودين بالهيئة العامة صعب صعب علينا احنا يعني يعني والله يعني مرات اتكلم لكنه ما رد اتكلم بهذا الموضوع بس اجبر اتكلم لانه الناس طالبنا جمهورنا يحبنا ويطالبنا بهذا الموضوع احنا ما متواجدين هيا عامة احنا ما جاينا نريد مناصب احنا كهيئة عامة احنا دعم للنادي وليس اه نسو مشاكل او او نريد احنا مصالح من فلان وفلان بالعكس القوة الوحدة ما تشتغل لكن اذا اذا اتحدث الايادي في سبيل انجاز الزوراء وديمومة احراز الالقاب للزوراء يجب ان تتكاتف الجميع في سبيل انه تصل الى الى كل شي تريده نعم لكن اذا انت تفكر بنجومك ما تفكر بيهم خلاص بعد على الرياضة السلامة فعلا كابتن انا ابقى عندي ثلاثة اسئلة اليك خلي اسئلك عن تقييمك لوجود الكابتن عدنان درجال على رئس الهرم في وزارة الشباب والرياضة ماذا قدم للرياضة طيلة هاي الفترة اللي تم استيزارة للشباب والرياضة تقييمك لعمله هل نجح لحد الان في كسب الشباب والرياضيين ام لا شهادتي شهادتي بكابتن عدنان درجال مجروحة لانه اول شي زميلي وثاني شي الرجل اللي دربني واللي دائما انا متواصل معه يعني انا بصراحة ما كنت اتمنى للوزارة بقدر ما انه اتمنى لاتحاد كرة القدم رئاسة اتحاد كرة القدم او رئاسة اللجنة الولمبية هذا المكان اللي يليقب كابتن عدنان درجال كابتن عدنان درجال بعد استيزارة لوزارة الشباب والرياضة وجد يعني صراحة مشاكل كثيرة في وزارة الشباب والرياضة وحتى احنا صراحة كنجوم واصدقاء وكمسؤولين في انديتنا يعني نشوف الله يكون بعونه يعني يريد يسوينا شي لكن يصطدم بواقع حال يريد مثلا يسوي الانديا يصطدم بواقع حال يعني القطع الاراضي وغيرها وغيرها يجي يريد يسوي مثلا قاعات يصطدم انها مستثمر يجي يريد يسوي انديا ينطي حقوق الناس يصطدم بواقع حال مرير اللي هو الاستثمار الغير حقيقي وكل الاستثمارات اللي موجودة في الانديا او بالمنتديات هي عبارة عن استثمارات ما اعرف بالتسرع باستفادة للوزارة كمردود مالي ما دعرف شنو موضوعه يعني المفروض احنا كرياضة وبناء رياضة وهذا اللي دا يعمل عليها كابتن عدلاند رجال مشكور انه كل الانديا تكون لها ارض خاصة بيها تستثمر هي لاغراض الرياضة تستثمر امورها خاطر لا ترجع للوزارة ولا تروح انت لأي مؤسسة او يكون هناك دعم مادي خاص بيك وتشتغل كاموال ذاتية تشتغل بيها وتبني فريقك وتمشي بيها نحو تطور مثل الخليج او مثل الدول العربية كمصر ولبنان والاردن هالبسيطة الفقيرة كلها قاعد تعمل هذا الشيء ولكن بالعراق كلها تصطدم بواقع حال يعني كل السندات اللي موجودة هي المالية وزارة الشباب ورياضة لاغراض الرياضة وين ها غراض الرياضة احنا نتكلم عن الاستثمار غير نتكلم بواقعية اليوم انا كرئيس نادي ما عندي ارض انشع علي النادي اجر ملاعب واحنا نادي عريق في وقت من الاوقات بالتسعينات ما كانت هاي الامور الاستثمارية والامور الكل من يجي ياخذ ارض ويقعد بيها لا اليوم كل فكانت امور بسيطة اليوم مني جيت على رئاسة النادي شفت الوضع يعني غير طبيعي يعني احنا لا الارض لا عدنا ادارة لا عدنا منشآت لا عدنا عدنا ارض وسيعة جدا زيناني هو حتى السند يقرأ وزارة المالية وزارة الشباب لاغراض الرياضة اذن يجب ان يكون هناك نادي نموذجي يجب ان يكون هناك دعم ايضا من وزارة النقل الى شركة الخطوط الجيل العراقية هذا اللي نتكلم عنه فكابتن عدنا اندرجال الله يكون بعونه يعني يريد يسوي اشياء كثيرة لكنه نصطدم بواقع حال اللي سبقهم للوزراء وراحت يعني الامور كلها راحت وضاعت كثير من المشاكل وين ما يروح الكاظمية الاعظمية الفاروق احنا المنتدى العامرية المحمودية كثير كثير من المعوقات اللي ما تقدر تخليه يشتغل ولهذا السبب يراد لسبع سنين ده يطلع هاي الاجراءات ويشتغل عليها لكن اعتقد كابتن عدناندرجال قادر انه يمضي بنجاح في هذه الوزارة وان شاء الله نتمنى له الموفقية وان شاء الله نتمنى من عنده ايضا سعد صدره لانه مشاكل كثيرة لكن هو يعني نتمنى منه انه ينطي كل كل انسان او كل نادي حقه مثل ما عمل مع الكاظمية وكثير من الاندية وتواصل وياها وقدر انه يحل كثير من المشاكل العالقة مع المستثمرين ايضا والاندية البسيطة كابتن اليوم اليوم الكل يتحدث عن عمل التطبيعية وكيفية ادارتها لملفات المنتخبات الوطنية وحتى المسابقات المحلية كيف تقيم عمل اللجنة التطبيعية لحد الان والله لغاية الان اللجنة التطبيعية ماضية بشكل جيد وبشكل انسيابي وايضا يعني اقدر مواقفهم مع الاندية جميعان وايضا بالحكمة والمشورة قاعدين يوصلون الى ابعد مرحلة من مراحل التطور اليوم نشوف افتتاح هكذا افتتاح في الدوري وايضا الراعي الرسمي للمنتخبات الوطنية وايضا للدوري هذا في شيء رائع يحسب لهم نتمنى من التطبيعية انه يواصلون عملهم صح فيها هناك كثير من المعوقات والمشاكل لكن اتمنى لهم موافقية وايضا لا نبخز حقهم اليوم قاعدين يشتغلون في امور صعبة هناك تركة ثقيلة ايضا عليهم في فترات بعيدة انه يتلافوها وايضا هناك انتخابات ايضا ستكون وانطلاق دوري ومنتخبات وطنية فهنانا صعوبة ان شاء الله اتمنى لهم الموافقية وايضا صراحة اثني على عملهم وان شاء الله نتمنى لهم الموافقية في الوقت القريب وان شاء الله يفوتون ايضا بالتصفيات ويقيمون الانتخابات في وقتها المحدد ان شاء الله كابتن خليه تحدث عن صورة المنتخب الوطني اللي يستعد للتصفيات الاسيوية صورة المنتخب الوطني كيف تشوفها مع كاتانيش كيف تشوفها نعم كابتن والله صراحة يعني فقط بالتشكيل لكنه كنظام لعب بالفترة الاخيرة اللي لعبها يعني بالبطولة الاخيرة كان هناك رتم عالي وايضا مستوى كبير للفريق العراقي اتمنى انه يستمر كاتانيش بعد المباراة يوم 12 مع الاردن و17 مع عزباكستان وتكملت المشوار بعد مشاهدة اللي بقية مباريات الدوري بعد عودتهم من دبي ان شاء الله اتمنى لهم الموفقية كاتانيش من المدربين الهادئين ومن المدربين الجيدين ان شاء الله نتمنى لهم الموفقية مع المنتخب الوطني في هذه الفترة لكن اتمنى يعني وهذا احنا كمتابعين اتمنى انه يعيد النظر بالتشكيل لان هناك كثير من اللاعبين اللي يستحقون انه يلعبون مع المنتخبات الوطنية في هذه الفترة هناك لاعبين ايضا مختربين وهناك لاعبين عراقيين محترفين يجب ان يكونون متواجدين في التصفيات القادمة لارتقاء بالمستوى الفريق العراقي وايضا الوصول الى ابعد من هذه المرحلة كابتن انا اشكرك جدا انا اعرف اليوم انتو عندك التزامات وحضرت في حلقة هذا اليوم اشكرك جدا لانضمامك ويانا ببرنامج بالتسعين وممنون من عندك شكرا جزيلا لحضرتك وكل العاملين في القناة وشكرا لجمهور العراقي وانشانا كنا خفيفين نظل عليكم شكرا جزيلا لحضرتك شكرا جزيلا لحضرتك اذا احبت المشاهدين اذا احبت المشاهدين خلن روح لهذا الفاصل ومن ثم نعود لاستكمال حلقة هذا اليوم بالمتابعات اهلا بكم مرة اخرى احبت المشاهدين حقيقة متابعتنا الاخرى لحلقة هذا اليوم بعد ما انهينا المحوى الرئيسي للحلقة مع نجم الكرة العراقية ونجم الكرة نجم الزوراء الكبير ليث حسين يعني كان هناك لقاءة مع الكابتر راعد حمودي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية يعني تحدث عن المكتب التنفيذي القادم للجنة الأولمبية وكيفية يعني العمل في المرحلة المقبلة طبعا يعني تصريح مع جل احترامنا للكابتر راعد حمودي لكن الان الشرع الرياضي في كل مكان يتحدث عكس يعني ما يطرحها الكابتر راعد حمودي انه ضرورة تغيير المكتب التنفيذي في المرحلة القادمة لانه المكتب التنفيذي الحالي يصار لسطة عسنة هم كافي خلي نشوف تصريح الكابتر راعد حمودي ومن ثم لنعوده اتمنى يعني هذا اتمنى انه يعني يخرج مكتب تنفيذي يعمل باتجاه بناء استراتيجية لراضة الانجاز العالي وهذا هو المهم مو مهم من الشخص المهم انه يأتي مكتب تنفيذي يعمل بهذا الاتجاه وايضا يعمل في تطوير الرياضة العراقية بالاتجاه الصحي هل هيئتهم ارضية مناسب الانتخابات بتأكيد يعني الارضية اهم هي وجود هيئة قضائية دير الانتخابات حتى ثم العدالة والشفافية في هذه الانتخابات اذا احبت المشاهدين ايضا تصريح للكابتن فلاح حسن اللي تحدث عن طموحات فريقنا للزوراء في هذا الموسم وقال انه طموحنا الضفر بلقب الدوري والكيس او احد اللقبين خلينا شوف حقيقة الزوراء هو في كل موسم هو يعني مثل ما نقول حجر الاساس حجر الاساس في المنافسة في الدوري ولم يخرج موسم الا والزوراء حاصل على احدى البطولتين لذلك ان شاء الله من خلال استقطابنا للنجوم الجدد سوف يكون طموح وهدف نادي الزوراء هو الفوز ببطولتين الدوري والكيس او احدى البطولتين ان شاء الله ملعب الزوراء طالب انتظارك والله انتظره مثل ما الشعب كل دا ينتظره يعني انا اعتبرها عملية مغجلة يعني ملعب بسعة 15 الف متفرج الآن رح ندخل السنة الثامنة يعني وهذه يمكن رح ندخل موسوعة جينينس للارقام القياسية وايضا هناك استطلاع عن المنتخب الوطني واستعداداته للتصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة الى كأس العالم 22 في قطر ونهائيات كأس اسيا في الصين 2023 خلنشوف والله هو الاعداد فقير مثل العراق يعني ماكو ماكو اختلاف لانه هذا منتخب العراق واحنا العراق يعني انا استغرب كيف انه لجنة طبيعية تترك مدرب منتخب لأكثر من ثمانة شهر بدون ما تناقش يعني لو انا صاحب رأيي او مسؤول لقد خليتلي هنا شقة داخل البغداد داخل العراق يبقى هنا يعني ما ممكن مرض نفسه هو لكن مشكلتنا احنا ما عدنا منهجية في العمل الرياضي ما عدنا تطوير في العمل الرياضي لذلك تشوف المدرب على قولتني بن قوسيا على خردنا فلذلك عادي يعني انت في العراق لا تستغرب هناك تحضير المنتخب الوطني هناك تواصل مع المدرب كتنيتش هناك مبارتين سيأخذها المنتخب الوطني مع عمان اذا اعتذروا رسميا في البديل موجود هو المنتخب الاردني ثم مباراة امام اوزباكستان المهم بانه سينطلق الدور وبالتالي انطلاق الدور يساهم مساهمة كبيرة في ارتفاع مخزون اللياقة البدنية لللاعبين مع رؤية كتنيتش للمباريات الجائحة كورونا اثرت على كل المنطقة واحنا لو نشاهد المباراة الودية اللي بدت لفرق المنطقة تعثرت وايضا بداية القت بظلالها على هاي المنتخبات الوضع العام للقاررة العاسيوية والقاررة العربية متشابه وجميع الظروف تمر بنفس الأمور وبالتالي هناك فسحة لمواصلة متخبنا تصدر المجموعة والانتقال إلى الدور الثاني يجب أن يعمل الجميع على انطلاقة الدوري لأنه ممكن الدوري راح يكون متنفس لشريحة واسعة من الشعب العراقي اللي هو الجماهير لذلك أمنيت على الجميع أن يحاولون يعني يزيلون كافة المعرقلات بتجاه انطلاق الدوري يعني هناك حديث من هنا وهناك أنه ممكن انطلاق الدوري ستعرقل ب يعني ذكرى انطلاق لذلك أنا رسالة أقول رسالة المتظاهرين من الطالبين بالإصلاح هما ليس ضد النشاط الرياضي أو النشاط الاجتماعي لذلك خلي نخلي إيدنا بإيد جميع من أجل انطلاق الدوري لأن ما من المعقول هاي الشريحة الكبيرة اللي ممكن في حال توقف الدوري راح يكون إلى أثر سلبي على المنتخب الوطني نحتاج نتنفس كرة قدم وإلى البصرة أحبة المشاهدين واستعدادات نادي الكفل لدور الدرجة الأولى وأيضا بطولة الكأس خلي نشوف تقرير زميل ماجد الصقر يسعى فلق كرة القدم في نادي المعقل لتحقيق الفوز في بطولة كأس العراق والعمور إلى دور الثاني والثلاثين بعد أن حقق انتصارين داخل وخارج ملعبه كان استعدادنا لبطولة كأس العراق قبل شهر من بداية البطولة أو قبل يعني ما يعلنون القرعة كان استعداد جيد جدا من جميع النواحي استعاني بلاعبين شباب كانت بدايتنا مع نادي كهرباء الهارثة فزنا بها أربعة واحد من ثم ذهبنا إلى نادي أوروك واستطعنا في ملعبه تغلب بنتيجة اثنين واحد وحاليا نحن مستعدين كل الاستعداد للمباراة الفاصلة أمام نادي بابل جددنا دماء بالفريق أكثرها اللاعبين الجدد على الفريق عندنا لاعبين ثمية من السماوة تعاقدنا وياهم الفريق جاينا نعديه بشكل ممتاز مو بس فقط لدور الكاس جاينا نعديه لدور البصرة وهذا الفريق ماشيين من قبل بطوة الكاس تقريب بما يقارب بشهر أو من بعد ما فتحت لأمور الرياضية بعد جائحة كورونا لاعبوا الفريق أكدوا استعدادهم الكامل لتحقيق الانتصار في المباراة القادمة على أمل أن تكون بطولة الكاس بوابة عبور للدور الممتاز ومنها للمنتخبات الوطنية الكادر التدريبي والنادي والدار الكادر التدريبي ونحن نادي المعقل حقا لانتصارات التكفينه وإن شاء الله نحقق الانتصار على نادي بابل والتحق إلى الدور المنتاز ونحن كلاعبين شباب نتمنى المثل الدور المنتاز والمنتخبات الوطنية رحمن الرحيم لحسن سعدون قادمة من محافة السماوية جئت هنا كأمثل نادي المعقل حققنا نتائج جيدة من خلال بطوات كاس العراق طموحنا وطموح النادي هو من خلال الصعود أندية الدور المنتاز وإن شاء الله قادمة بطولة كاس العراق تعد فرصة كبيرة لاكتشاف المدربين واللاعبين من مختلف المحافظات العراقية التي تعتبر منجما للمواهب الكروية لقناة سامراء الفضائية ماجدة الصقر البصرة ومن البصرة إلى بغداد حيث جرت انتخابات نادي جنوب بغداد خلي نشوف هذه اللقطات ومن ثم لنا عودة رسائل الضمانينة ورسائل الأمن والأمان هو أن تكون هناك نشاطات رياضية كبيرة واليوم نحمد الله ونشكرها في مطار بالدرجة والأولى يمثلنا نادي نادي المحمودية ونادي جنوب بغداد نادي جنوب بغداد اليوم تمت انتخابات الهيئة الإدارية للنادي ورعاست النادي والنائب وأمان تسر وأمين المالي بمنتهى الشفافية ومنتهى حقيقة السلاسة وبحضور الهيئة العامة بالإضافة للإدارة فيه اللطيفية وإن شاء الله نتمنى لهذا النادي مزيد من التقدم والرفع والنجاح وهو يفوض غمار منافسة كبيرة على مستوى العراق هي منافسة الدولة العراقية الدرجة الأولى حقيقة نحن كلينا ندعم لهذا النادي سنقف معه بقوة سنقف معهم تواصل كبير لأنه اليوم نحس العقل السليم في الجسم السليم نطلب من رياضينا أن يثابرون علمياً ودراسياً نطلب من رياضينا تحقيق الإنجازات وهذه المنطقة هي حقيقة سلة بغداد الغذائية وهذه المنطقة هي حزام بغداد الأمني ونسيجها المجتمع العشائري يبعث رسالة تطمئنة لكل العراق أتمنى الموفقية والخير للجميع وإن شاء الله جنوب بغداد والعراق إن شاء الله بكل أمن وآمان شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً وخيراً أحبت المشاهدين نحط الرحال في محافظة الأنبار في إطار دعمنا للمواهب ولكل الممكن أن نقدمها للواجهة وللساحة الرياضية العراقية كانت هناك أكاديمية الراشد المتواجدة هناك في مدينة الرمادي وبالتحديد في مدينة الخالدية طبعاً هذه الأكاديمية من أفضل أكاديميات قد تكون على مستوى القطر لأنه أقيمت على مساحة أرض أكثر من دونمين من الأرض طبعاً هذه الأكاديمية اختصت بتخريج المواهب الشابة صغيرة عدهم الآن حارس مرمى منتخب الأشبال اتخرج من هذه الأكاديمية وأيضاً حارس مرمى منتخب الناشئين تخرج من هذه الأكاديمية اللي يدربهم المدرب الكبير مدرب منتخبنا الوطني ومدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني السابق الكابتن محمد مرزوق طبعاً هذه الأكاديمية يديرها أحد المستثمرين الرياضيين أعتقد اسمه أبو شمس من نفس المدينة يسكن لكن قدم نموذج للاستثمار الرياضي في محافظة الأنبار وفي العراق يعني هذه الأكاديمية أعتقد هي أكاديمية نموذجية بمستوى العراق طبعاً بيها ملعب مسقوف وأيضاً بيها بيت للضيافة في داخل هذه الأكاديمية وأيضاً بيها صالات الحديد والساونة والحديد وحمام زيتي وبخاري وأيضاً حمام أهلي وصالونات للحلاقة للعاملين في هذه الأكاديمية لللاعبين المتواجدين في هذه الأكاديمية اللي يدرب بيها المدرب الكبير محمد مرزوق خلين شاهد هذه اللقبات ترجمة نانسي قنقر شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سلاما على أصحاب القلب الواحد والوجه الواحد والموقف الواحد الى اللقاء اشتركوا في القناة